وكأن اليمن بات مسرحاً للعبث بجميع أشكاله مواطنون في مدرية حيفان بتاعز يشكون من نفوق مواشيهم هذه المواشي حصل عليها المواطنون ضمن برنامج جعم الأمن الغذاء للأسر الفقيرة والمتضررة المقدمة من منظمة الفاو وعلى الرغم مما شاب هذا المشروع من تجاوزات وتحايل كما يقولون إلا أنه تم توزيع نحو 1500 ماشية على الأسر المستهدفة مطلع فبراير الماضي لم تعمر فرحة المواطنين طويلاً إذ سرعان ما نفقت المواشي واحدة تلو الأخرى نتيجة وباء غريب حتى أن بعضها نفقت وهي لا تزال في طريقها للتسليم أمراض كثيرة في الحيوانات التي نفقت في مديرية حيفان في أرياف مديرية حيفان كثيرة من هذه الحيوانات نفقت بسبب هذه الأمراض المعدية والتي جلبتها هذه المنظمات التي تعمل على أنها خيرية ليس هذا هو الوجه الوحيد للمأساة فالمرض الذي فتك بمواشي المنظمة الأممية انتقل ليصيب المواشي التي كان يمتلكها المواطنون من قبل ممتداً ليصل إلى قرى بعيدة لتصبح حياة المواطنين أسوأ مما كانت قبل تدخل الأمم لدعمهم لا نعرف ما هو السبب إلا أن المنظمة وزعت ماشية بمديرة حيفان وهي الأساس الذي استقلبت الأمراض هذه التي انتشرت في المنطقة وقد نفقت أكثر من 120 رأس إلى حد أمس ومثل ذلك حدث في مديرية أحور بأبيان وسجلت الاتهامات ذاتها على المنظمة نفسها يقول الأهالي أن مئات المواشي في قرى ومناطق أحور نفقت بعد انتقال الوباء من المواشي التي قدمتها منظمة الفاوة الدولية للمواطنين خلال الأشهر الماضية يحدث كل ذلك في ظل غياب غير مبرر من قبل القطاع الصح البيطري والجهات الرقابية الحكومية على عمل هذه المنظمات في اليمن